رئيس جمهورية غينيا بيساو عمرو سيسكو ينبالو يستقبل بالقاصر الرئاسي في بيساو وزير شؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغارب المقيمين في الخارج ناصر بوريتا مبعوثا من جلالة الملك محمد السادس نقلت إلى رئيس دولة غينيا بيساو رسالة من جلالة الملك تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين والتي هي بالفعل قوية للغاية منذ زيارة الملكية سنة 2015 وبهذه المناسبة أهنئ الرئيس إمبالو وديبلوماسية غينيا بيساو على نجاح رئاسته للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس بفضل هذا العمل تحمل غينيا بيساو المشعلة في منطقة إكواس وخارجها في العديد من الأقاليم فيما يخص مختلف القضايا الإقليمية والدولية الاستقبال حضره السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال وبابان العلوي محمد صلاح القائم بالأعمال في سفارة المملكة المغربية بجمهورية غينيا بيساو هذه الزيارة تؤكد مرة أخرى علاقات التعاون القوية التي تجمع المغرب وغينيا بيساو نجدد التزامنا بموقفنا المنسجم بدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية هذه الزيارة كانت مناسبة أيضا لبحث العلاقات الثنائية وأسبل تطويرها ليس فقط على المستوى السياسي والديبلوماسي ولكن أيضا التعاون في مجالات أخرى مثل السياحة والصحة وقطاعات أخرى يمكن أن نستفيد فيها من الخبرة التي راكمها المغرب وكان السيد بوريطة أجرى في وقت سابق مباحثات على انفراد مع وزيرة الشؤون الخارجية والمجتمعات في غينيا بيساو سوزي كالا بربوزة سوزي كالا بربوزة